شعب الإيراني ودن وزير الخارجية الأمريكية سليب النظام الإيراني في القمع والاعتقال مطالبا النظام بأن يستجيب للاحتجاجات الشعبية المشروعة وكان بوميو قد أعلن في مايو الماضي عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة سلوك إيران حول دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة واستمرار قمع الحراك الشعبي في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر